بأخبار الشركات استردت يوم أمس أبل لقب شركة الأكبر بالعالم من حيث القيمة السوقية أخذته من مايكروسوفت مع ارتفاع سهمها إلى مستوى قياسي جديد بدعم من كشفها عن منتجات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتجاوزت القيمة السوقية لأبل 3.3 مليار دولار وبالحديث عن أبل أشارت بعض المصادر المطلعة أن شركة لن تدفع للحصول على خدمة جات جي بي تي من أوبن اي اي عن طريق السيولة أو الكاش بل من خلال توزيع ودفع تطبيق تشات جي بي تي إلى مئات الملايين من أجهزتها مما يعتبر بذات قيمة أعلى من المدفوعات النقدية الناس بتنسى قوة أبل من حيث بائع للأجهزة يعني هي عندها أوديونس كبير للغاية أنه بتعملها أكبر خدمة لتشات جي بي تي تبوش المنتج بحد ذاته على أجهزتها صحيح